موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته المواقع الأخبارية اليمنية والصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم نبدأ جولتنا من الخبر الأكثر تداولا والذي جاء في موقع المصدر أونلاين عن أحداث خور مكسر وعنون الموقع العميد الصبيحي يروي ملابسات تفجيرات عدن ويشكو إهمال السلطات وقالت التفاصيل قال العميد عبدالله الصبيحي قائد اللواء 39 ميكا إن الهجوم الانتحاري الذي وقع صباح الاثنين أمام منزله في محافظة عدن كان يستهدفه شخصيا وقال الصبيحي عندما خرجت سيارة تابعة لأحد جيراننا وتقودها إمرأة كان أحد أفراد حراسة يقوم بإفساح الطريق للسيارة أثناء اكتضاد المجندين أمام المنزل فضلنا الانتحار بأن السيارة تتبع قائد اللواء عبدالله الصبيحي ففجر نفسه بالقرب منها ومن عنوين الموقع على متنها 89 إيرانية تفاصيل جديدة عن السفن الإيرانية ومبررات اقترابها من سقطرة إلى التقرير الذي نشره موقع الموقع عن وجهة نظر إيران من مفاوضات اليمن وعنونا الموقع في ترجمة خاصة للتقرير تفاؤلا إيراني ببقى سلاح الحوثيين وسيطرتهم على السلطة اليمنية وقالت التفاصيل على النقيض من مشاورات سوريا التي تعقد في جنيف تظهر إيران مرتبكة في مشاورات الكويت ويتابع الموقع فمن جهة تراه ربحا وانتصارا لها ولحلفائها الحوثيين ومن جهة أخرى تراه تخلي الحوثيين عن السلاح مصدر قلق لكنها في كل الأحوال ترى المكاسب الآن وتستبعد أن يتخلى الحوثيون عن السلاح ويقول التقرير إيران امتعضت بصمت من تصريحات أحد قياد الحركة التي دعا فيها إيران لعدم التدخل في اليمن ومن عنوين الموقع أيضا نقابة الصحفيين تدين فصل الصحفي رشاد الشرعبي من وظيفته ويقول الموقع دانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما تعرض له عضو النقابة الزميل رشاد علي الشرعبي من قبل الميليشيا الحوثية المسيطرة على وزارة التربية والتعليم حيث قامت بفصله من وظيفته في إدارة الإعلام الذي يشغل فيها منصب نائم مدير عام الإعلام التربوي وهم احتواء الحوثية تحت هذا العنوان كتب نبيل البوكيري مقالا حذر فيه من مغبة التعامل مع الميليشيا باعتبارها كيان صالح للعمل السياسي والتخلي عن أهداف ترسيم أو ترسم بعيدا عن حدود اليمن الحوثية اليوم لم تعد سوى جناح عسكري يجيره مباشرة ضباط حرس ثوري إيرانيون كبار وهم الذين يجيرون كل شيء ويكادون يكونون بمثابة الحكام العسكريين لليمن المعينين من ولي الفقيح علي خمينائي لم تعد هذه الحقيقة تخفى على أحد وتتعزز كل يوم في ظل حالة الضياع والتيه الذي تمر به شرعية المدعومة سعوديا وخليجيا في غياب رؤية متكاملة للمشهد اليمني وسؤال ماذا يجب فعله وكيف في هذه اللحظة التي أصبحت أشبه بحالة التيه حقيقية لجميع هذه الحالة التي تتوسع بفعل حالة الفراغ الكبير الذي يغري تمدد أجندات المشروع الإيراني الاستراتيجي في منطقة خالية تماما من قوى مشروع عربي مقابل بعد ابتلاع العراق وسقوط سوريا وضياع مصر في هذه المرحلة الأخضر في تاريخ المنطقة العربية كلها منذ سايكس بيكو تعزز خطورة هذه اللحظة حالة الإصرار الدولي والأممي على إنجاح مباحثات ولدت ميتة في الكويت في الثامن عشر من إبريل الماضي والتي دخلت أسبوعها الرابعة من دون أي تقدم يذكر على الرغم من الضغوط التي يراد منها شرعانة الإنقلاب الحثي ما يعني تدشين مرحلة حكم الأقاليات الطائفية والتي غدت اليوم أكثر بروزا من أي وقت وخصوصا بعد حالة التوافق والانسجام الإيراني الغربي والتوتر الغربي السعودي تحديدا ولا سيما مع الولايات المتحدة والأزمة المستجدة المتعلقة بتصديق مجلس الشيوخ على قرار يسمح لضحايا حدثة الحدي عشر من ستمبر في 2011 بمقاضات السعودية وهو ما ردت عليه المملكة بإمكانية سحب أرصدتها السيادية والاستثمارية من السوق الأمريكية إلى موقع يمن مونتر والذي تاب على عديد من الموضوعات وعنوان الوفد الحكومي يطالب ولد الشيخ إلزام الحوثيين بالإفراج عن الصحفيين وجاء في التفاصيل طالب وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام بدولة الكويت المبعوث الأممي إلى اليمن بإلزام الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن وزير الدفاع اللوام حمود الصبيحي والصحفيين المعتقلين والمضربين عن الطعام في سجونهم وفي مذكرة سلمها الوفد للمبعوث الأممي طالب الوفد الحكومي أيضا بالإفراج عن جميع السجناء والسياسيين والأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفا بناء على قرار مجلس الأمن رقم 21216 وبشأن الصحفيين المضربين عن الطعام أكدت مصادر حقوقية ليمن مونتر تدهور الحالة الصحية للصحفيين المضربين عن الطعام وأنهم يتعرضون للتعديب وإرهاب النفسي من أجل كسر الإضراب الذي دخل يومه الخامس عشر إلى موقع التغيير نت والذي تابع العديد من الموضوعات منها صحفي حوثي يفضح قيادات بالجماعة وينشر وثائق تثبت تورطه بقضايا فساد بشركة النفط وعنوان في الجانب الاقتصادي أيضا الكشف عن الطريقة الوحيدة التي يستطيع من خلالها الحوثيون إعادة سعر الصرف إلى حالته الطبيعية ومن مأرب أيضا السلطات تصدر قائمة بأسعار المواد الغذائية وتطلق أرقاما خاصة لاستقبال الشكاوى بالمخالفين وعنوان آخر باحث كويتي يوضح الطريقة التي تقدم بها أمريكا الدعم للحوثيين في اليمن السلام أو لا عودة إلى اليمن تحت هذا العنوان كتب الكويتي يوسف عبدالله العنزي مقالا عن ضرورة السلام وقال الكاتب عشت في ذلك البلد العزيز أكثر من ثلاث سنوات وبالتحديد في مدينة صنعاء التاريخ وقد وجدتها فرصة في هذه الأيام التي تنعقد فيها مفاوضات السلام اليمنية على أرض الكويت الطيبة أرض المحبة والسلام لإجراء استطلاع مصغر بين هذه المجموعة الطيبة من الأصدقاء لمعرفة رأيهم في هذه المفاوضات وما عساها تتوصل إليه وكم كان رائعا أن أجد هذا الكمل هائل من التفاؤل والطموح الذي يرجع في معظمه إلى ثقة العالية والمحبة والتقدير للكويت وقيادتها فيؤمن الجميع بأن الكويت لن تترك هذه المفاوضات تسير إلا في طريق النجاح مع الإيمان بأن الاستمرار في الحرب يعني بالضرورة المزيد من الضمار والقتل وزرع الأحقاد بين أطياف الشعب اليمني ولن يستطيع أي طرف تحقيق الانتصار مع التساؤل المر من الطرف اليمني الذي سينتصر على الطرف اليمني الآخر كل الشعب اليمني نادي من القلب كل عضو في تلك الوفود إما تحقيق السلام أو لا عودة إلى اليمن فالشعب اليمني غير معني بالخلاف أو الاختلاف بينكم بقدر ما هو معني بتوفير العيش الكريم له ولأبنائه وتوفير التعليم والصحة والبناء والتعمير واللحاق بركب الحضارة الإنسانية فتكفيه الحروب التي توالت عليه في تاريخه الحديث بعد أن كان مهدا لحضارة ضاربة في أعماق التاريخ نتمنى أن يدرك كل عضو من أعضاء وفود السلام اليمنية حجم المسئولية التي ألقاها التاريخ على أكتافهم فإما السلام أو إعادة موجة القتال والحرب التي ستكون هذه المرة أكثر ضراوة وأشد تدميرا وستكون نتائجها أكثر كارثية وقد تؤدي إلى تغيير في الحدود الجغرافية لبعض دول المنطقة وقد تقود إلى نزاع طويل إلى موقع نيوز جمن الذي تابع انفجارات عدن وعنوان في صدر صفحته الرئيسية مقتلوا 41 وإصابة أكثر من 60 في عمليتين إرهابيتين بعدن وعنوان آخر الحكومة تدين تفجيرات عدن ومن العنوين أيضا خلاص الحقوقية تشهد تفاعلا واسعا من عامة الناس في وقفتها الاحتجاجية بصنعاء وتقول التفاصيل إن حركة خلاص الحقوقية نفدت وقفة احتجاجية حاشدة رفضا لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في صنعاء أمام المجلس المحلي بمديرية معين حيث طالبت المحتجات المجلس المحلي للمديرية بتخفيض أسعار السلع وتوفيرها قبل دخول شهر رمضان الكريم وعبرنا عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن اليمني جراء انقطاع الخدمات وغلاء الأسعار ويضف الموقع أن عددا من النساء المرات قمنا بمشاركة المحتجات وذلك بالوقوف إلى جانبهن إضافة إلى التفاعل الواسع بين أوصات العامة مع الوقفة الاحتجاجية قبل مطالعة أهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كوشك الصحافة ونطالع أبرز ما قالته الصحفة العربية والبداية من صحيفة الرأي الكويتية والتي عنونت المفاوضات اليمنية فرصة آخرة وقالت الصحيفة أسفرت الضغوط الدولية والخليجية التي مورست على الفرقاء اليمنيين في الدوحة والكويت خلال اليومين الماضيين عن إتاحة فرصة ذهبية قد تكون الأخيرة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية والوضع المأساوي الناجم عنها لا سيما على الصعيدين الإنساني والاقتصادي تتابع الصحيفة الكويتية أيضا بعد مشاورات مارثونية استمرت نحو خمسة أسابيع في الكويت دون أن تحقق أي تقدم يذكر لتحقيق السلام المنشود تقف الأطراف اليمنية اليوم أمام مسؤولية جسيمة من أجل تجاوز الانقسام الحاد في المواقف والذي أحدث شرخا في المجتمع ووضعا قاتما وصعبا لم تفلح المساعد الدولية حتى الآن في إيجاد مخرج له وتفيد الصحيفة الكويتية أيضا وكان لعودة وفد الحكومة اليمنية إلى طاولة الحوار بعد قرار تعليق مشاركته في مشاورات الكويت صدى إيجابي عند المجتمع الدولي الذي يحرص على تحقيق السلام في اليمن الذي يعتبر أمنها عاملا مهما في إرساء الأمن بالمنطقة وإلى صحيفة العرب الجديد والتي عنونت اليمن يعلن توقيف سبع سفن إيرانية تمارس الصيد الغير القانوني تقول الصحيفة أعلن وزير الثروة السمكية فهد كفاين إيقاف بلاده لسبع سفن إيرانية توغلت في المياه الإقليمية اليمنية ووصلت إلى سواح الأرخبيل سقطرة لممارسة الاصطياد الغير القانوني معتبرا أن ذلك انتهاكا للقوانين الدولية وأوضح كفاين في بيان اطلع العربي الجديد على نسخة منه ووزارة الثروة السمكية اليمنية كانت حذرت في وقت سابق من استغلال الوضع الذي يعيشه البلد للاعتداء على الثروة السمكية وقال كفاين إن الوزارة ستقاضي كل من تمتد يده دون حق إلى الثروة السمكية اليمنية دولا كانت أو هيئات أو أفراد مشيرا إلى أن السلطات المحلية في المحافظة تقوم حاليا بالتحقيق مع ربابينة السفن وإلى صحيفة البيانة الإماراتية والتي عنونت توسع الخلافات بين الانقلابيين في محافظة إب ومن التفاصيل نقرأ عادة الخلافات البينية بين قادة الميليشي الحوثي الانقلابية بمحافظة إب للظهور وذلك بعد يومين من اقتتال قيادات حوثية في مديرية حبيش بالمحافظة وتضيف الصحيفة الإماراتية اقتحمت مجاميع حوثية مسلحة منزل القياد الحوثي العميد عبدالحافظ الثقاف بقوة عسكرية قدرت بـ 12 عرب عسكرية في مديريات النادرة وبحسب مصادر محلية للصحيفة فقد تم نهب كل محتويات المنزل من الأسلحة والدخائر المخزنة التي كانت بداخله وتقول الصحيفة أيضاً إن خلافات الميليشيا الحوثي البيينية توسعت إلى مواقع تسيطر عليها الميليشيا بمديرية حزم العدين وأدت إلى سقوط قتلى وجرحة في صفوفهم بجبل إمدى ومن العنوين الأخرى أيضاً الإرهاب يغطي هزائمه بقتل 45 شخصاً في عدن اليمن بين الحرب والسلام تحت هذا العنوان جاءت افتتاحية صحيفة البيانة الإماراتية والتي قالت تعرقلت المباحثات في الكويت حول اليمن وتعقدت وتشعبت وتوقفت واستؤنفت ثم توقفت وهي الآن في طريقها للإستئناف والسبب في ذلك كله مناورات وألاعب الإنقلابيين الذين لا يريدون الالتزام بالقرارات الدولية ويسرون على تأمين مستقبلهم بالتمسك في السلطة ذلك أنهم يعرفون ويشعرون بحجم ما ارتكبوا من جرائم في حق اليمن وشعبه لهذا فهم يخشون على مستقبلهم بعد عودة الشرعية ويريدون السلطة لتأمين أنفسهم بينما وفد الشرعية يطالب بضمانات على التزامهم بالقرارات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن إثنين وعشرين ستة عشر والالتزام ببنود الأجندة المتفق عليها في بداية انطلاق المباحثات في الكويت حول تسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار وغيرها ما يطالب به الانقلابيون في مباحثات الكويت يناقض تماما ما يفعلونه على الساحة في اليمن كل يوم فهم يريدون السلطة ليضمنوا أمنهم وسلامتهم وفي نفس الوقت لا تهمهم سلامة وأمن الشعب اليمني ولا حياته كلها فهم يخرقون الهدنة كل يوم وها هم ينتظرون بالأمس عودة وفد الحكومة لمباحثات السلام في الكويت يشنون هجمات صاروخية على مدينة تعز عدت لسقوط ضحايا أبرياء ويمنعون الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والأدوات الطبية الحيوية من الوصول لليمنيين العزل المحاصرين كيف يمكن الاقتناع بحسن نواياهم نحو السلام إلى صحيفة الاتحاد والتي عنونت بن دغر اليمن يعيش كارثة مروعة جراء نهب الإنقلابيين للمؤسسات قال رئيس الوزراء أحمد بن دغر في كلمة أمام القمة العالمية للعمل الإنساني في إسطنبول إن اليمن يعيش أزمة إنسانية مروعة جراء قيام ميليشي الحوثي وصالح ممارسات كارثية قائمة على نهب وتدمير مؤسسات الدولة والسنزاف الاحتياط النقد الأجنبي وهو ما عرض الاقتصاد الوطني إلى الانهيار وقال أيضا إن الميليشي الإنقلابية ضيقت الحريات واعتقلت المواطنين وأوقفت الصحف والمطبوعات وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية الدولية ونهبتها بطريقة ممنهجة وهو ما تسبب بكارثة إنسانية وأضاف أيضا ضحايا الحرب منذ عام 2004 منذ عام 2004 بلغ أكثر من أربعين ألفا بين قتيل وجريح كما تسببت الحرب بنزوح أكثر من مليونين ونصف نازح داخلي وشردت آلاف خارج اليمن ولي صحيفة الخليج التي تحدثت عن مشاورات الكويت وقالت في أحد عنوينها المخلافي سنعود بالسلام من الكويت إذا صدق الحوثيون نقلت الصحيفة في التفاصيل عن رئيس الوفد الحكومي لمشاورات الكويت عبد الملك المخلافي قوله إن مشاورات الكويت تمثل فرصة آخيرة لجميع اليمنين واستعادة الوفد الحكومي لتقديم كل ما يمكن من مرونة وتنازلات في سبيل الشعب والسلام وعرب المخلافي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة الأولى من المشاورات عن الأمل في أن يكون لدى الطرف الآخر نفس الرغبة والاستعداد حتى لا نعود إلى دوامة أضعنا فيها ما يقارب خمسة أسابيع من دون تقدم وضف المخلافي نعمل بكل ما نستطيع من أجل تجنيب شعبنا ويلة الحرب ولنساهم بكل جهد للوصول إلى سلام حقيقي عادل قادر على استعادة الدولة وإلى عنوان آخر للصحيفة الميليشيا تفجر منازل مدنيين في تعز ثروات الزمن الصعبة تحت هذا العنوان عفونا ثورات الزمن الصعبة تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبس كينز الأمريكية خليل العناني مقاله المنشور في العرب الجديد وقال الكاتب نقطة الضعف في انتفاضات الربيع العربي كما يرىها البروفيسور المعروف آصف بيات عدم قدرة الأقلية الثورية بحسب تعبيره على الوصول إلى السلطة والشروع في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإعادة توزيع الثروة والسلطة بشكل يضمن عدم عودة القوى القديمة مرة أخرى ما يأخذنا إلى مفهوم الثورة بحد ذاته والتي يعرفها بيات بأنها حالة تحول جذري في الدولة ومؤسساتها وثقافتها تتم فيها إعادة تشكيل علاقات القوى لصالح القوى والقيم الجديدة وهو ما لا ينطبق على جميع حالات الربيع العربي بما فيها الحالة التونسية التي لا تزال في بداية مرحلة الترسخ الديمقراطي وهنا مكمن الأزمة التي تعانيها الآن النخب الثورية والتي لا تعاني فقط غياب الرؤية والاستراتيجية خصوصا في مرحلة ما بعد الثورة وإنما أيضا أصابها التجردم والتشتت ما ساهم في إجهاد الثورات وعودة البنى القديمة إلى فرض نفسها ومنطقها في أكثر من بلد بكلمات أخرى لا يلام الثوار بالضرورة على عدم قدرتهم على تنظيم أنفسهم في مرحلة ما بعد الثورة بقدر ما تلام القوى التقليدية ذات البنى التنظيمية الراسخة كالحركات الإسلامية على حمل مطالب الثورة وترجمتها في برامجها ورؤاها وهو ما لم يحدث الأكثر من ذلك أن المؤسسات القديمة لم تقف متفرجة على الثورات والانتفاضات العربية وإنما قامت بدور قوي منذ بداياتها من أجل إشهادها قطعا لا يعفي هذا الطرح الثوار من بعض المسؤولية فيما آلت إليه الثورات العربية لكن من التجني المنهجي والتحليلي إلقاؤها بالكامل عليهم بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه نتابع معا مجموعة من رسوم الكركاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر